غضب عارم لا يتوقف في إيران فالتظاهرات التي تلت مقتل الشابة الكردية مهسى أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لا تهدأ بل تتوسع من مدينة لأخرى الغضب الشعبي زاد من تأججه تدهور الاقتصاد ما أدى لانقطاع الخدمات الأساسية وندرة المواد الغذائية الأساسية فالريال الإيراني سجل انهيارا ملحوظا مقابل الدولار كما تجاوز معدل التضخم في إيران ثمانية وأربعين في المئة في شهر سبتمبر الماضي وهي النسبة الأعلى منذ العام 1995 ورغم التأثيرات السلبية التي عانى منها الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دولاند ترومب من الاتفاق النووي وما نجم عنه من عودة العقوبات على إيران إلا أن اقتصاديين وخبراء في الشأن الإيراني يحملون مسؤولية التدهور في المقام الأول لسوء الإدارة الاقتصادية للنظام النظام الإيراني بات محاصرا إذن بين أزمة داخلية متفاقمة يعجز عن قمعها وأزمة اقتصادية قد تؤدي إلى زيادة الاحتجاجات الشعبية وخروجها عن نطاق السيطرة